ثمن مرضى الفشل الكولوي في محافظة مادبة توسعة وحدة الغسيل في مستشفى النديم التي افتتحت رسميا في كانون الثاني الماضي بعد تأهيلها بقرابة سبعين ألف دينار ورفع طاقتها الاستيعابية إلى أزيد من مائة مريض ووفقا لمرضى ومرافقيهم أزحت الوحدة عن كواهلهم معاناة مراجعة مستشفيات العاصمة وما يترتب عليها من أعباء مالية ومتعب جسدية هذا وبلغ عدد مرضى الفشل الكولوي في مادبة 82 وفق سجلات مستشفى النديم كان قبل سابقا مستشفى النديم يعاني كثير جدا والمرضى يعانون من الغسيل في مثلا في البشير في الجامعة لكن الحمد لله استحداث هذا القسم يسر المرضى هذه المعاناة الكبيرة استحداث وحدة غسيل لكل الموجود الآن وتطويرها وفرت علينا عناء المشقة سواء كانت تكون نروع على العمام أو على حتى مستشفى ذبان أرضاك القريبة بالإضافة أنهم طوروها وعملوا تحديث وتوسع وأجهزة حديثة أسر مريحة جدا وفرت علينا طبعا عناء المشقة ووفرت علينا المال والجهد بحكم أنه بنخلص غسيل تعبنين مسافة الطريق إلى آخره حتى على المرافقين علينا رياحتهم وكانت بالسابق وحدة الكلا الطاقة الاستعابية إلها 53 مريض وهذا كان بالطلب أنه تحويل المرضى إلى المستشفيات المركزية في العاصمة عمان وهذا بحد ذاته بشكل عناء على الأخوة المرضى لكن الآن نحن نحكي عن طاقة استعابية تصل إلى 102 مريض تمت تغطيتهم جميع الاحتياجات في محافظة مادبة لأننا الآن لدينا حتى هذه اللحظة 82 مريض طالب أبناء لواء بني كينان شمال محافظة إربد باستحداث مجمع سفريات ونقل في وقت يعتمد فيه سكان اللواء البالغ عددهم نحو 250 ألفا على باصات نقل العام وكانت الحكومة قد بحثت مرات عديد توفير موقع مركزي ومجهز للحافلات بهدف تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام هنا في لواء بني كينانا يقضي المواطنون معظم أوقاتهم على الأرصفة والشوارع الرئيسية تحت أشعة الشمس الحارقة أو زخات المطر نظرا لعدم وجود مجمع للنقليات يذهبون إليه بالنسبة لإنشاء مجمع مقابل مستشفى اليارموك هو جيد جدا في حالة أنه يكون السفريات من هذا المجمع انطلاقا لمجمع عمان الجديد أو لجامعة التكنولوجيا أو لمجمع أو لعمان مباشرة هذا يخدم أبناء اللواء بالنسبة لفكرة إنشاء مجمع للنقليات للسفريات للنقل العمومي فكرة رائعة جدا تعود بالخير على أبناء بني كنانا وأبناء المجتمع المحلي وأخص بالذكر طلاب الجامعات حيث توفر عليهم الوقت وتوفر عليهم الجهد وتوفر عليهم الأموال الحاجة الماسة لمجمع نقليات في اللواء دفع رؤساء البلديات لاتخاذ قرار بإنشاء مجمع للنقل منتظم يعين أبناء اللواء الأكبر في المحافظة على تنقلهم بشكل آمن ومريح عند 21 دائرة موجودة بمركز اللواء يعني نحن نتحدث عن أكثر من مليون مراجع سنوي بيجي على هذه المنطقة اللي هي الوسط اللواء وهذا بحاجة إلى تنظيم لنقله نقل الناس سائل لأنه ناس ما بتمتلكوا لسيارات يعني أنه تيجي حتى السيارات بيكون اقتضاد يعني فالناس إذا في باصات تنقلهم راح يخفف عنهم المشاقة يأشرل لأي سيارة أو يعني باصات تنقل غير مرخصة غير موهلة تكون صالحة لنقل الركاب وزارة النقل بدورها رحبت بالفكرة وأكدت استعدادها للمساهمة في تنفيذ المشروع في حال تم تأمين قطعة أرض من قبل البلديات الخنس التي يضمها اللواء نعم الفكرة لا زالت قيد الطرح والدراسة فكرة جميلة صراحة وفي حاجة وإذا توفرت قطعة أرض يعني احنا تواصلنا مع رئيس البلدية إذا فعلا في قطعة أرض موجودة احنا مع الموضوع ومع المشروع إن شاء الله نكمله في حاجة أني أوفر خدمة ما بين مركز اللواء ما بين القرى التابعة على اللواء وما بين مركز اللواء باتجاه المدينة بشكل منفرد وبشكل تردد آثار إيجابية كثيرة سيلمسها سكان اللواء الواقع شمال إيربد حال تنفيذ المشروع من خلال تحسين وتسهيل وسائل النقل في المنطقة وتقليل ازدحام الطرقات ضرار غنام رؤيا وإلى صفحتنا الدولية أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي جو بايدن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعارضته شن هجوم على رفح ملاذي النازحين وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وبايدن أكد ضرورة التواصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد كما شددا على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فيما أكد الجانبان تصميمهم المشترك على تجنب توسع رقعة الصراع إقليميا سيما في جبهة الجنوب اللبناني ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث تعهد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي اليوم بأن بلاده ستهزم روسيا مؤكدا أن إنهاء الحرب مرتبط بشروط كييف بما يقضي بسلام عادل للبلاد ومن جانبه توعد المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفديييف بأن موسكو ستنتقم للعقوبات الجديدة التي أعلن الغرب فرضها عليها في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا وإثر وفاة المعارض أليكسي نافالي في السجن وفي سياق متصل جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جاتريش دعوته إلى روسيا لوقف عمليتها العسكرية بأوكرانيا بينما طالبت مجموعة تضم خمسين دولة من أعضاء أو الأعضاء في الأمم المتحدة طالبت موسكو بالانسحاب الفوري رفضت وزارة الخارجية السودانية بيان نظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريعة الخارجية السودانية أكدت أن البيانة يهدف إلى إقحام الجيش في مسائل لا صلة له بها كما وأنه تجاهل أن الحدود السودانية الإتشادية التي تنتشر فيها الميليشيات هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات على حد تعبير الوزارة هذا وذكرت أن البيانة تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان التي ترتكبها ميليشيات على حد تعبير الخارجية يعيش لاجئون سودانيون انتظارا مرهقا في مخيمة مقتضة في ظل ظروف معيشية صعبة وحاجة مستمرة للمساعدات الإنسانية اتصلوا شاحنة إلى مدينة الرنك في الجنوب السوداني محملة بعشرات المسنين والنساء والأطفال الذين تكشفوا وجوههم المنهكة المحنة التي مروا بها خلال رحلتهم للفرار من القتال والاشتباكات هؤلاء هم من بين أكثر من نصف مليون سودانيين عبروا الحدود هربا من القتال في بلادهم ليصلوا إلى مدينة الرنك في جنوب السودان الذي يكافح لاستيعاب الوافدين الجدد مع ازدحام مخيمات اللاجئين فيه جينا بالبص لنا يومين في الشارع تقع الرنك على مسافة عشرة كيلومترات فقط من السودان حيث اندلعت الحرب في نيسان أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو ومد ذاك يشهد مركزا عبور تابعان للأمم المتحدة في الرنك تدفقا متواصلا للسودانيين الهاربين من الحرب مثل ما ترون يصل الناس ومعهم القليل جدا من المقتنيات أو حتى بلا أي شيء يتم تسجيلهم ومنحهم الدعم الأساسي ثم يطلب منهم الانتقال إلى الداخل أكثر من جنوب السودان منذ بداية الحرب فر من السودان كرابة ثمانية ملايين شخص نصفهم أطفال لجأ نحو خمسمائة وستين ألفا منهم إلى جنوب السودان وفقا للأمم المتحدة التي تقدر أن ألفا وخمسمائة شخص تقريبا يصلون كل يوم إلى البلاد معدلات سوء التغذية مرتفعة النساء والأطفال وهم الأكثر تأثرا ولهذا يتم التقديم مجموعة من الخدمات على الحدود فور عبورهم ولكن أيضا عندما ينتقلون إلى مركز العبور وأودت الحرب بحياة ألاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول أن نحو 25 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في حين يعاني نحو 3 ملايين وثمانمائة ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية